عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع مسؤولي شركة المراعي السعودية وتابعتها شركة بيتي للصناعات الغدائية وفي مستهل الاجتماع عرب مدبولي عن تطلعه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات وكد رئيس الوزراء أن شركة المراعي لديها فرصة كبيرة الآن للتوسع في السوق المصرية وذلك في ظل اهتمام الدولة بدعم الصناعة مشيراً إلى العمل على تسهيل نفاذ منتجات الشركة إلى السوق المصرية بما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والسعودية